ليسا مرزي جيسو جيني في الليلة الماضية حققت جيسو نجاح جديد كفنانة منفردة وفزت بخامس جائزة لها باغنية فلاور فاردين بي سي ميوزيك وبذلك أصبحت جيسو أكثر فنان في البوبة الكوري فزت بالعديد من الجواز في عام 2023 على الرغم من عدم الترويق لألبومي بنشاط قباك الفنانين المنفردين أيضا حتمت جيسو مؤخرا كثير من الأرقام القياسية حين وصلت إلى 10 مليون مستمع شهريا على سبوتيفاي وهي حال أن فنانة الكيبوب المنفيدة الوحيدة في عام 2023 تمتلك أكبر عدد من المستمعين الشهريين وبذلك انضمت إلى ليسا وروزي على الجانب الأخر حصلت أغنية فلاور على 10 مليون ستريم على ميلون كما أن جيسو حصلت على 1.2 مليون مستمع على ميلون من ناحية أخرى على الرغم من وقوع روزي في العديد من المشاكل مؤخرا إلا أنها مازالت قادرة على إبهار العالم بجمالها وموهبتها صوت كوريا الرئيسي فقبل همين فقط أجدرت مجلة جيكيو كوريا غلاف عدد مايو بصور روزي وهي تأتدي العديد من الملابس العنيقة التي توضح جمالها حتى أن مجلة جيكيو كوريا أضافت بجوار روزي عبارة أشياء جميلة من ناحية أخرى كلما اقترب موعد عداء بلاك بينكي في كوتسيلا كلما حاولت كارهين تشويصه مع تروزي بأي طريقة فمؤخرا تلقت روزي انتقادات من الجماهير الكورية لأن الأحزي التي ترتديها على مصرح الجولة العالمية لا تتناسب أبدا مع ملابسها ولكن تلك الأحزي تناسب الملابس اليومية فقط حتى أن بعض المعجبين انتقدوا ستايلش روزي لجعلها تأتدي هذه الأحزي البسيطة ولكن على الفور زار محب روزي قائلين أن تلك الأحزي بدون كعبة عالي ومريحة نظرا لأن جميع الفتاة تظل واقفة لساعات طويلة فقط من أجل إعطاء الجمهور أفضل أداء ولكن في المقابل يرى كارهين أن روزي لا تمتلك حسد بالعناقة وتفعل ما تريد فقط من أجل الشعور بالراحة أخبرني في التعليقات عن رأيك أنت في هذا الموقف ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك أراكم في المرة القادمة اشتركوا في القناة